سلونا طبعا نبدأ بقى بالحديث عن مباراة ليفر بول وارسنال اللي يعني كانت مبارح الناس كلها حديث الساعة وخطفت انظار الجميع رغم ان الفريقين ما كانوش يعني بيلعبوا بالتشكيل الاساسي واعتمدوا على العناصر البديلة والشابة مع التدعيم بعنصر او اتنين من الاسامة الكبيرة لكن النتيجة الكبيرة اللي خلصت بها المباراة والعشر اهداف اللي شهادتهم من براه عملت نوع كبير بقى من الاثارة والمتعة عوضت غياب العناصر الاساسية لكلها الفريقين سواء ليفر بول او ارسنال ليفر بول اللي كانت اقدم في الديئة ستة من عمر المباراة عن طريق هدف ذاتي لمصطفي في مارماء لكن رجع مرة تاني ارسنال وقدر بقى يتقدم بتلات اهداف عن طريق توريرا في الديئة عشرين ومارتينيلي في الديئتين سبعة وعشرين وستة وثلاتين بعدك رجعت جيمس ميلنور وقال للفارق في الديئة تلاتة واربعين عن طريق ضرب الجزاء لينتهي الشوت الاول بنتيجة تلاتة اتنين لصالح ارسنال طبعا الشوت التاني شوت تاني خالص وشفنا اداء تاني خالص مع بداية الشوت التاني عزز ميتلند تقدم ارسنال واحرز الهدف الرابع عشان تصبح النتيجة اربعة اتنين لصالح الجانرز ويمكن لما كانت النتيجة اربعة اتنين الناس كتير قالت خلاص يعني ارسنال رايحا له بقى المباراة بشكل كبير جدا وانه هو تفوق في الشوت التاني وقدر انه هو يحرز هدف رابع بعدها باربع دقايق وبتسديدة يعني صاروخية احرز تشامبلين الهدف التالت لليفر بول في الديئة تلاتة وستين نجح اريجي انه يحرز الهدف الرابع كالعادة ويعادل النتيجة لصالح ليفر بول لكن مع الديئة واحد وسبعين ويلوك نجح انه يحط ارسنال في المقدمة مرة اخرى بعد تسديدة اكثر من رائعة واخيرا في الديئة الخامسة والاخيرة من الوقت بدل الضائع قدر اريجي انه يعود مرة تانية ويحرز الهدف الخامس لليفر بول اللي تنتهي المباراة بنتيجة التعادل اللي جاء بخمسة خمسة واتجي الفريقين لضربات الجزاء وقدر انه يفوز ليفر بول ويتأهل لدور ربع النهاية من كاس ربطة الاندية الانجليزية المحترفة يمكن المباراة كانت مكثيرة بسبب اللي بتكلم فيه مع حضراتكم يعني عشر اهدف في المباراة كتير جدا واسامة كبيرة غايبة عن الفريقين سواء ارسنل او ليفر بول لكن في النهاية يعني خلانا نتكلم بمنتهى الامانة ليفر بول بيواصل بقى النتائج الايجابية والانتفاضة اللي بيعيشها مع يورجين كلوب ارسنل بيعيش لسه نتائج يمكن سلبية مع قناية امري وحالة حزن يمكن شوية من جماهير نادي ارسنل وابتدت بقى الكلام يطلع انه هو خلاص قناية امري على ابواب الرحيل عن نادي ارسنل